استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير القوات المسلحة الفرنسية سباستيان لوكارنو سبل دفع العلاقات المتميزة بين الدولتين خلال استقباله للوزير الفرنسي نقل لوكارنو الرئيس التحيات وتقدير الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون مشيدا بعلاقات التعاون المتنامية بين البلدين في جميع المجالات ومعربا عن الحرص على مؤصلة تعزيزها وتطويرها لسيما على صعيد التعاون العسكري وصرح المتحدث العسكري أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع الإقليمية وبالأخص التطورات في قطاع غزة حيث تم تأكيد أهمية تجنب التساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة واستعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المكثفة نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة فضلا عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعاية الأجانب ومن جانبه أكد الوزير الفرنسي تثمين بلاده للجهود المصرية المتواصلة مشيدا بالدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين welche تقوم به مصر الى حفاظ على الأمن والشفاء. شكرا